موسيقى مساء الفل وحاشتونا يارب تكونوا بخير أول حاجة عايز أقول لكم إن من غيركم مفيش قصة حقيقية عشان أنتوا الناس الحقيقية بفضل ربنا وبفضل ثقاتكم ومحبتكم برنامج قصة حقيقية بيتعمل منه موسم خامس بعد أكتر من 150 حلقة شفنا فيهم كل أنواع الحكايات اللي ممكن تخطر على بالكم أو حتى ما تخطرش على بالكم وكلهم قصة حقيقية عيشة معانا أبطالها هو أنتوا وده أحلم فيها إن أبطالها ناس شبهنا ممكن جدا يكونوا جزء من حياتنا سواء أهالينا أو زميلنا أو صحابنا أو ناس شفناهم في أي مكان عام بس خلينا متفقين إن أول شرط عشان تكمل القصة لازم يكون فيه تواصل من غير ما نتواصل مفيش حكي ومن غير حكي مفيش قصة مع بعض هنتواصل ونتكلم ونحكي ونشكي ونفطفض ونحاول نحل هنسمع كل الحكايات والمشاكل هنحاول نحلها مع بعض أي إن كانت هي إيه في قصة حقيقة هنستقبل حكياتكم في برنامج قصة حقيقية أينما كنتم لو عندك قصة وعايز تتواصل معنا تقدر تبعت لنا قصتك مكتوبة أو متسجلة أو متصورة على منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر تبعت قصتك واتساب أو تليجرام على رقم البرنامج ولو عايز تخفي اسمك وهويتك تقدر تبعت لنا على الرابط ده اللي بيضمن لك سرية معلوماتك الشخصية حتى عن اللي هيستقبل رسالتك قصتك هي برنامجنا المهم تكون قصة حقيقية اتكلمنا كتير عن ناس حياتها وقفت بعد وفاة أقرب الناس لها وحاولنا ننصحهم إزاي يتجاوزوا الصدمة ويتصلحوا مع حقيقة الموت اللي محدش مننا ممكن يارب منها مهما طالبي العمر بس كلامنا دايما كان موجه للكبار للناس البلغة العقلة اللي ممكن يستوعبوا نصايح خبر نفسيين ويتكلموا عن الصحة النفسية اللي بنستضيفهم هنا عشان يساعدونا في حل أي مشكلة لكن علي علي بضل قصة حقيقية النهاردة مشكلته إنه لصة طفل صغير مش مستوعب يا حبيبي إيه اللي بيحصل بالزبط وأهله مش عارفين يقولوله هيقولوله إيه وإيه الإجابة المناسبة على الأسئلة اللي ما بتنتهيش وعشان نفهم إيه اللي حصل بالزبط دعالوا نشوف مامتو بعدها لنا تقولنا إيه اسمي ريهام وعندي 28 سنة وعندي طفل وحيد اسمه علي عنده أربع سنين قبل ما ارتبط بجوزي ما كنتش موافقة عليه بحكم إنه هو من القاهرة وأنا من الاسم علي كنت رفضة فكرة الاختراب وإني أعيش في محافظة تانية غير لتربيت فيها وعيشت فيها عمري كله وأنا بحب اسمي عليها جدا عشان شوارعها الواسعة الجميلة اللي كلها خضرة وشجر وكان فيه سبب تاني سبب تاني للرفض إن حماية ساكن في نفس العمارة اللي فيها شقة جوزي وده كان مخوفني من فكرة إنه يتدخل في حياتي وتحصل بيني وبينه مشاكل كتير بس سبحان الله حماية هو اللي كان السبب إنه وافق على الجوزي ومش مبلغة لو قلت إنه وافقت عشان خاطره رزق ما شاء الله كان إنسان بجد فوق الوصف مثقف وحكيم كل حاجة عايز يوصلها لللي قدامه يقوم يحطها في صور القصة توصل المعنى بشكل غير مباشر بدون عتاب أو نقد أو تجريح وقعدته كانت ما يتشبعش منها حنية الدنيا كلها فيه ومع زياراته الكتير لينا وكلامي معاه عارف إزاي يطمني ويقنعني خصوصاً إن زوجته كانت متوفية وقال لي ما تفكريش إن الجاية تسكني في بيت عيلة كمين يسكن معاكم في نفس العمارة أنا هبقى في حالي ومش هختلط بيكي أنت وجوزك كتير بس أرهنك إنك أنت اللي هتحبي قعدتي وهتطلعي كل شوية عشان تعودي معايا ولو ما حصلش أوعدك أني هكون في حالي فتأثرت جداً بكلامه ده غير إن جوزي بصراحة كان بيحبني ومتعلق بي جداً فوافقت في الآخر بعد ما ماما وبابا قالوا لي عمرك ما هتلاقي حما زيه وفعلاً لما جيت عشت هنا في القاهرة وقربت من حماية أكتر شفت إنسان عمري ما شفت زيه في حياتي تدين وأدب ولباقة وكل سكان العمارة وأهل المنطقة بيعتبروك كبير بتاعه ودايماً بيلجأوله عشان يحل مشاكلهم ده غير إنه كان راجل رياضي ومش مدخن وبعد أول سنة جواز خلفت ابني علي اللي كان آخر أحفاد حماية بس كان المركز الأول في قلبه من بين كل أحفاده كان متعلق بابني بشكل مش طبيعي لكذا سبب إننا سمنا علي علي على اسمه وكان شبه الخلق الناطق كأنه نسخة منه ولسبب مش فهمه ابني تعلق بيه وحبه من أول يوم اتولد فيه لدرجة النحماية أول ما يشيله كان الولد بيسكت وينام مع إنه كان زنان ودايماً بيعاية معنا أنا وبابا وأول ما يشوف جده يبتسم له وعينه ما تنزلش من عليه ما كانوش بيفترقوا أبداً وجده كان مألف أغاني كتير جداً لابني وملحنهله وكل شوية يغنيها لحد ما الولد حفظها وبقى يغنيها معاه زي ما شفنا كده عبد المنعم مدبولي لما كان بيغني الحفيده أغنية الشاطر عمر كان حماية عامل مع ابني زي بابا نوال أي أمنية ابني بيتمنيها كان لازم جده يحقق أهاله أي لعبة يبص عليها في نفس اليوم تكون عنده وكل شوية لعب وهدايا ومفجأات كان بتخلي ابني يطير من الفرحة واللي ساعد كمان إن ابني يتعلق بجد بجده جداً إني كنت محتاجة حد يقعد بابني بحكم إني بنزل الشغل فحماية هو اللي ربه الولد أكتر مني ومن باباه ولما كنت أنا وبابا نزعق له كان على طول يجري على جده اللي كان بيبهدلنا وما يسمحش أبداً إن حد يزعق له لحد ما جي اليوم المشؤوم ومات حماية بسكتة قلبية بدون أي مقدمات فجأة مسك قلبه وطب ساكت وقدرت أنا وجوزي نخبي على ابننا إن جده توفق سبناه مع الولاد مع ولادنا الصحابنا لحد ما خلصنا إجراءات الدفن والعزم وبعدها بابا وماما خدوا الولد عندهم في اسمه علي خدوا فترة عشان ما يحسش بحاجة طب وبعدين دايماً بيكون في القصص لازم توف على حتة كده قلبك يوجعك معه لازم يبقى في مشكلة في القصص عشان نحاول نحلها بس ريهام ممسير الولد هيسأل على جده وأكيد باباكي ومامتك مش يفضلوا واغدينه عندهم كتير ده غير إنك بتقولي إنه عنده أربع سنين يا حبيبي يعني سنه بقى سنة حضانه لازم هيدخل المدرسة هاملتوا إيه في المشكلة دي تعالوا نكمل ابني كان زي ما يكون قلبه حاسس لدرجة إنه كان كل شوية يكلمني من عند بابا ومام ويقولي عايز أكلم جده ما عرفش كان تصرف صح ولا لا إن يقوله إن جدك جات له سفارية مهمة هو بعيد لك السلام ده غاية ما يشوفك وبيقولك إنه هيجيب لك لعب وحاجات حلوة كتير من اللي انت بتحبها وبعد إسبوعين رجع ابني من عند بابا وماما مجرد ما دخل الشقة لقيت في عينه نظرة غريبة قوي عمري ما هنساها نظرة بتقول إنه قلبه مقبوض وحاسس إنه فيه حاجة غلط وقعد يقوله هو جده فين أنا عايز أعرف إزاي ما بيتصلش يسأل علي فضلي عايات كتير قوي من حد ما طلعنا شاقت جده وأول ما دخلها لقيته بيكلم الحيطان وقعد يقول انت روحت فين يا جده ليه ما بقيتش تسأل علي إزاي تسافر من غير ما تقولي أو تاخدني معاك وبص على صورة جده المتعلقة على الحيطان وقال وحشتني قوي يا جده أنا وبابا مسكنا نفسنا من العياد بالعافية بس خلاص ما بيناش قادرين نخبيه أكتر من كده وفي نفس الوقت مرعوبين مرعوبين من فكرة إننا نصرحه بالله حصل فالولد يحصل له حاجة خصوصا إنه كل يوم بيصعب علينا الموضوع أكتر من يوم ما جده توفى وهو بيدور عليه في البيت كله كل ما يشوف حد يقول فين جده بعد ما نفطر يقول هروحه صاحي جده لو حد نمسك موبايل جده أو سعته يفضل يزعق ويعيط وياخدها يحطها مكانها لما يلاقي حد بيتكلم في التليفون يروح يكلمه ويقوله هات جده معاك هات جده معاك وانت جاي وكل شوية يقول أنا زعلان عشان جده نسيني وما بقاش يسأل علي حاولت أشغل وقته بحاجات كتير لدرجة إني بقيت بيديره الموبايل اللي كنت مستحيل أدهوله زمان وبردو مفيش فايد ابني نوم وتشقلب بقى مش بينام بالليل وبينام طول النهار بقى عصبي جدا مش بياكل وخس جدا عن الأول واللي زاد وغطى إن بنت عامته عندها حوالي سبع سنين مرة كانوا عندنا والبنت وقعت بلسانها كانت لسه هتقول إن جده توف لولا إن كلنا غلوشنا على الموضوع موتها زعاقت لها وبقيت حاسة نتيها مش عارفة تصرف إزاي يارد تساعدوني وتدعو لحماية بالرحمة كنامة الجد والحما أكرمني وأكرم ابني ما شفتش منه غير كل خير لحد هنا وخلصت قصة ريهام يمكن ربنا يكون جعلنا سبب إن إحنا ندعي الراجل جميل زي ده راجل سايب أثر حلو دايما يقول لك الإنسان سيرة وصرته بتفضل بعد ما يموت الله يرحمه ويعفو عنه ويقانس وحدته في قبره ويجعله يعني روضته من رياض الجنة يارب لحد هنا وخلصت القصة وإحنا بنحاول نشوفها نعمل إيه الرسالة تزعل بس كنت مبسوطة أن أنا هتكلم فيها لأنها بتحصل كتير محييرة جدا إذا كان الكبار بيتعبوا يكتائبوا ياخدوا مضادات اكتئاب أو مهدئات وعدد منهم ما بيعرفش يتصالح ولا يتقبل حقيقة الموت أو فرق أقرب الناس وأغلى الناس ليه منهم بيدخل في متاهة ودوامة واكتئاب وأدوية لدرجة أنا واحدة من صحابنا لسه شايفة أن هي بتقول أنا بدأت تتصالح مع موت أمي بعد خمس سنين من وفاتها الله يرحمك يا أم بعد خمس سنين ده طفل عنده أربع سنين طب هنعمل إيه مع طفل متعلق بجده التعلق الكبير ده نصرحه مش عارف أنا أول مرة أعطل مش عارف طب لو نهار واكتئب أو حصرت له صدمة أو أثرت عليه في حياته قدام طب نخبي عليه برضو مش عارف ده غير إنه مش مضمون رد فعله وما فيش حاجة بتستخبع على طول طب الموقف اللي حصل مع بنت عميته اللي عندها سبعة سنين ممكن يحصل زيه في أي لحظة والولد يعرف بشكل مفاجئ وساعتها ممكن يزعل منهم هيفقد الثقة في بابا ومامته اللي خبوا عليه أنا يمكن ما عنديش معلومات كتير عن الأطفال بس طول ما أنا عايشة بتعلم فالناس ممكن تقولك تم ما دي قصة عن الأطفال مين مننا فعلته ما عندوش أطفال لو إحنا هنا بنحاول نتعلم كلنا إنه في قصة حقيقة مش قصة شاب ومرهقة أو عيلة أو زوج وزوجة أكيد فيه أطفال لازم نهتم بيهم عشان هما دول المستقبل فنتعلم كلنا ونحاول نحل هنحاول نرد على حكايتك يا معالي مع إنها كلها صعبة وتوجع القلب بس لازم هيكون ليها حل استنونا بعد الفاصل قصة النهاردة عن التعلق والفقد عن علي الطفل الصغير اللي اتعلق بجده بشكل مش طبيعي وفجأة اختفق جد من حياته مات الله يرحمه ولحد دلوقتي أمه علي وأبو مش عارفين يقولوا له إزاي الموضوع ده كل اللي قالوا إن جده مسافر بس الولد مش قادر ينساه مش بيبطل يدور عليه في كل حتة في البيت وكل شوية يقول أنا زعلان عشان جده نسيني ما بقاش يسأل علي ودخل في حالة نفسية صعبة ما بقاش بياكل بقى بيصهر الليل كله وأهله مش عارفين يعملوا معا إيه عشان كده منورونا ومشرفانا النهاردة دكتور نانسي لبيب استشاري الصحة النفسية إزايك يا دكتور إزايك منوروني أخبارك إيه كله زي الفل إيه رأيك يا دكتور في قصة النهاردة بتاعت علي بصي أنا يعني عايزة حييكي على الاختيار شوفتي حلوة زي والموضوع ده مهم جدا 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 ويمكن أنا بعذور الأهل بالرغم من عدم التفاقب من اللي عملوه لأن فيه فقر في المعلومات في الحتة دي طبعا يعني هما ما يعرفوش وما فيش فعلا توعية في الحتة دي قوي يعني ده مش بيتقال بس فيه رأي تاني بيقولك أنا ما عرفش أنت مع الرأي ده ولا لأ إنه بلاش نتعلق بولادنا قوي عشان إحنا مش قعدلهم كتير ده حقيقي يعني بدل ما دي إبني كل الحنان وكل الحب أعمل له كل حاجة وحتى يفتكرني بيها بعد كده ما علقوش بي أمشي يعني بصي هو ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني نديله على قد ما نقدر بالظبط لحد ما نمشي ومن غير ما نعمل تعلق مرضي يعني إيه تعلق مرضي حقولك بسهولة جدا حاجة هتلمس كل الناس وأكيد شافوها من غير ما نعمل راجل بني وبينك كأنه متجاوز مامته ونعمل بنت كأنها متجاوزة باباها يعني بيعملوا يقولي لي كده صفاتهم عشان أكيد تعلق مرضي واحد كل حاجة لازم ماما كل حاجة لازم يحكيها لها بدون أي خصوصية عنه عن أصحابه عن كل التفاصيل مفيش شخصية مفيش مساحة خاصة مفيش حاجة مناسبة أو غير مناسبة مفيش حدود خلاص لا يعني أنا قصدي نوع مش عارف يستقل بشخصيته أو برأيه بس ده لحد سن كام يعني هما صغيرين بتايقل يا دكتور ده مفيد أعرف صحابه بيفكروا ازاي طبعا هتروحوا فين هتشربوا ايه هتاكلوا ايه هتعملوا ايه عشان أدرس اللي بيحصل لحد سن كام أنا مفروض ابني ما يبقاش متعلق بيقى ويك عشان ما يبقاش ابنهم زي ما بيقولوا هو ده بيتربى برضو يا سالي من الصغر يعني ماينفعش أبقى طول الوقت قاعدة في وسط مثلا طفلين وهم وصحابهم بيلعبوا بجا هم الأمهات اللي بترقب من تحت لتحت من تحت لتحت دي يعني هو بيلعب في التمرين وانتي بتروحي تبصي بصة وتيجي ده مفوش مشكلة ده الاطمئنان ده بتشوفي الكابتن بيعمل ايه بتشوفي ابنك اجتماعي مع بقية الاطفال ولا لأ ده مناسب بقو في مكانه إنما تبقى فوسط الملعب على فكرة فيه أمهات بتبقى فوسط الملعب أنا مش بهزر ده بجد ده بتبقى عدب مستنيه ده بجد فده بيعمل تعلق مرض وقفة جمي الكابتن الكابتن يروح وييجي وهي رايحة جاية كابتن عايز أسألك عن الولدين مادم فيه مانش وانه مش وقتك أنا بكلم بجد ده بيحصل وكتير مش قليل طب يعني ده بيسبب تعلق مرضي طب اللي جده علي عمله معي ده كان تعلق مرضي إنه يعود يغنيله ويعمل زي عبد الملح ما تبقى يالله يرحمه والشاطر عمرو والشاطر علي ده كان تعلق طبيعي لأن الأطفال إحنا بنتولد بلاش الأطفال بس كلنا بنتولد فيه احتياج لعلاقة نتعلق فيها بالأشخاص ونمارس الحب الغير مشروط يلا نتشاف ونتحب بدون شروط بس عشان نتزن ونجبر ناس أسويق ده ما كانش تعلق مرضي كان حالة طبعية جدا بين جد وحفيده طب لما كان بقى هو يعمل حاجة غلط ويزعق لمامته وبابانا ماما يزعق أوله ده عادي يمكن ده غير مناسب لا ده غير مناسب يعني طب يعني أنا مع أن أنا بترك للأهل مساحة من التنظيم والدسبلنينج إن هم بالرب التربية يعني الزبط كده لازم هم يبقوا بيمارسوا ده ويبقى الجدود أو الرايب أو أيا كان بقى كل بيته ولو ظروفه بيسمحوا الماما وبابا إن هم يقوموا بدا بس احنا بنشوف فعلاً أمثلة دي موجودة كتير جداً في كل حياته وما تزعلهاش كده حرم عليك في ضربة انت عايزة أمي مش عايزة تنايم انت عايزة تنايمها ليه؟ بالزابط كده ده عادي مفيش احترام لأن انت عايزة تعملي نظام لا مفيش احترام انت مش عايزة الولاد تاكل حاجات مسكرة بالليل انت مهتمة اقتصاد تانية بحاجة لي أكل سكر هو بيحب الشوكولات بالزابط كده مش مهم اسمانو مش مهم التباور اللي إرادي الليلي مش مهم الدكتور اللي بنروحه يا راب يد مش مهم بقى ان احنا عندنا تاريخ مرضي للسكر في العيلة فانت عايزة تقليلي السكر من بدري عشان لو في فرصة انه ما يجيش في مدرسة تانية بتلك محنا تقولينا تربينا كده يعني هو الود لما ينام الساعة تمانية خلاص هيطلع يعني جاهب از عصره طب ما احنا كنا بنام اتنين وثلاثة وطنانكوا هيسين اهو لا هيطلع منظم هيطلع الاهل بتاعه عندهم وقت يرتاح وسالي الاهل على طول محترقين محترقين نفسيا وزهنيا وعاطفيا انما لو الاطفال دايما بتنام تمانية اولا صحتهم احسن المناعة احسن بيانموا احسن استجابتهم في المدرسة احسن والاهل بياخدوا نفس بس ساعتين ثلاثة بالليل طب في حكاية علي لو جيت قلتلك كده هو الاطفال بيحسوا زينا بالواجع والفرق طبعا نفس الاحساس يعني زي ما انا موجوعة البيبي ده او الطفل ده اما هو مثلا نقول لغاية عشر سنين هو بالنسبة لنا طفل موجوعة زي موجوعة الواجع بتاعه محدش فينا بيتوجع زي التاني مين اكتر بصي الاطفال عندهم حاجة عشان مهم نفهمها بما ان احنا بنوعي بليز الطفل بيحس اسرع اقوى ويخف اسرع ويخف تماما الله غيرنا هم عندهم قدرة على ان هم زي ما بيتصدموا جدا جدا وبقلم ويتكسروا يتجمعوا ويرجع تاني انه يشفى ويبقى كويس تماما غيرنا احنا 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 جبار غير كده اه احنا احنا نرقد شوية برد والله ولا كوروناكا وبعدين دايما عندنا حتة ايه كده بوائي ايه بوائي اللي جاله مثلا حد جاله فينا اكتئاب عدول برد اثر فيه وماشي مش عارف انا بتكلم على الامراض النفسية اكتر ايه اه اللي جاله اكتئاب اللي جاله اي حاجة من الحاجات دي امراض النفسية احيانا بيبقى فيه شوية حاجات متبقية انما الطفل قليل ما يحدث هذا يعني مفروض كانوا صرحون جده وميته في مكان احسن؟ القاعدة دلوقتي في العالم كله ايه؟ على ده وان مهما كان السن صغير فجأة؟ شايفهم يعني اسك تقلبي؟ بنشرح على قد السن يعني لو دخلنا ودورنا او ممكن بعد ما نخلص نبعت لينكس تتحطى على الصفحة فيها ان كل سن بشرح باللي يقدر الطفل يفهمه طب لما يسألني ليه؟ يعني هقول له طب هو عند ربنا في مكان احسن وربنا خلقنا وبيحبنا وعايز لنا الاحسن طب ليه ياخد جده؟ هتقول له ايه؟ احنا بنقول اللي حصل يعني دايما هنا التوصيات ان احنا نقول جمل قصيرة واضحة مفهومة للسن مدخلوش بقى في المتاهل اربع سنين ده نقوله ازاي؟ يعني لو كان الجد كان عيان احنا نقول المثالي وهنقول اللي يقدر يتعامل دلوقت ايوه السيناريو المثالي كان ان احنا نعمل مقدمة انت جاي منين يا ماما؟ حبيبي ده انا كنت مع جده في المستشفى ده تعبان قوي ده شكله تعبان قوي لدرجة انه احتمال يا علي ما يخفش ما يخفش مش يموت ما اقولش جمهة الوضع انا برضو اخلي بالك حيلو التمميدي بفهمه معنى الموت هو ما قبلوش قبل كده اوكي تاني يوم على حسب الحالة نفضل ده لسه تعبان ده مش بيخف ده كذا انت عارف يا علي ان احنا ساعات لما مش بنخف ممكن حد يموت يعني ايه موت يعني ما يبقاش بيتنفس على قد السن بس بس ما عودش قوي اصله وطلع والسمر طب لو انا عايزه اخليه اتنفس اعمل ايه بتتلاقي بقى اسئلة هنا بقى هيبقى مهم ان يبقى عندنا حاكتين مهمين اوي 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 واحد ان الام او الاب او الشخص اللي مع الطفل وهو بيعمل كده يبقى سامح لنفسه يحس مشاعره يحتوي ويحس هو نفسه حاسس بايه ككبير يعني مثلا لو هي الام يعيط قدامه يعني قصدك يا دكتر انا عايزة عاية عاية قدامه انا كمان موجوع زيك اقول ان انا اقولك حاجة حزينة يا علي خبر وحش خبر يزعل لازم اقول اسم الشعور ده انا النهار ده وانا في المستشفى جده بطل يتنفس ومات وحس انك فعلا جواك الدموع عياطي ده هيخلي الطفل يتواصل عاطفيا بقى وما يغرقش في الافكار والحاجات اللي احنا هيكله فيه زي ما بيقول اسئلة دي هيحس بمشاعره هيحس الفقد والحز اسم يخلنيش ضعيفة قدامه ان انا مش قادرة حل او ان انا مش عارفة بقى قوية قدام ابني ما هو احنا مش في حاجة محتاجين نحلها ولا محتاجين باور هنا وسلطة وحاجات اسم بيشوفوا اهليهم سوبر يعني السوبر هيرو عندهم سوبر باورز او ابو ايدا خارق ده هيجي ده احد يزعلني هي ده مرحلة يعني ده بتبقى مرحلة كده وبتنتهي محدش بيكبر كده يعني ده مرحلة فكرية في التطور طب ده مثلا على 4 سنين على 7 سنين يعني كل مرحلة مثلا اقولك ننط جاب اقوله ازاي 7 سنين 7 سنين هتقوليله ايه المرض انه هو عنده مثلا مشكلة في القلب فقلبه هيبطل يدقى قلبه هيبطل يوصل حياة لبقية اجزاء جسمه لو لا قدره لا كانسر اقولها ازاي هيفهمه ازاي كانسر هقوله انه هو عيان عنده مرض في كل اعضاء جسمه لانه لو هو كانسر وهيموت فهيبقى منتجر او طب فكل اعضاء جسمه كأنها بتطفي ولو باتري ولازم اكلمه باللغة اللي يفهمها بقى لو باتري زي الموبايل ازاي هو هيفهم ده ايه ده طب احنا ما نقدرش نشحنه هما في المستشفى بيحاولوا يعملوا كده اروح بس للحتة اللي اتقربني منه ودايما اقوله شعور مهم او يا سالي اقوله شعور طول الوقت مالك يا مامي مالك يا بابا النهاردة انا زعلان او مش عارف عيش من غير بابايا اللي هو جده انت لو باباك انت كمان حاسس بايه علي بتيجي نعاية شوية ان شاء الله ما نجي نعاية واخدهم ونعاية اه 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 ده مفيد 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 جدا طب ليه ممكن طفل مش يجيلوا كتاب اصفي طفل بيجيلوا كتاب وفي طفل ما بيجيلوش كتاب هيحزن هيحزن ويحس ويفهم ويروح بقى الحضانة المدرسة اي ان كان المكان اللي بيوحوا يحكي لهم عن الموت انت بقى فتحتي لي موضوع مهم انا انك بتحكي عن الموت احنا دايما لما بنقول لهم الموت بنقول لهم انه مكان احسن مكان افضل راح عند ربنا الاحسن بالكل راح عند الجنة نعم الحواديد اللي فيها كل السويتس اللي ممكن تتخيلها او الحلواتنا ممكن تاكلها الجنة اللي هتاكل فيها كل حاجة ف للأسف في اطفال بقيت تفكر ناس تروح عند جده ان انا بقى عنده ميول انتحارية يعني دي حاجة شفتها فيه كلام ده؟ يعني انا مش معه لما انا اهول عن الجنة بس انا قلت الجنة دي جميلة جدا عشان بيقاش زعلان على جده ما كانش قصدي ان انا اقوله روح مع جده كابني احنا عايزينه كمتخصصين في العالم كله يحزن على الفقد ويفهم معنى الفقد وانتهاء الحياة ولان ده بعد كده هيوتح له فهم بداية الحياة نقطة كل بقى التحبيش خلينا اختار كلمات كده مهزبة التحبيش اللي احنا بنعملها خلينا نقول انها غير يعني غير مفيدة يعني يمكن اللي حاجة بتقوله ده احنا فهمناه مؤخرا انه دلوقتي بقولك يا ليه مثلا حد بيعاية دايما كنت اقول لها ما تعايتيش اه انا هتصار لأ يقولك خلي الزعل ياخد وقته ده حقيق سيبيها تعايت انا دلوقتي وانا كبيرة كده بقيت استوعب انه هسيبها تعايت انا اول مرة عارف حاجة بتقولي ده انه دلوقتي لأ خليه يزعل خليه يزعل انا لو انا كأم انا نسا ما عنديش خبرة يعني بس كنت اقوله اخبي عليه شوي اتلاهي في مذاكرتك اوديك التمرين تبا تيجي نسافر تبا تيجي نخرج بسيط لي الرأي ده غلط تماما بوسي بقى الرأي ده غير مستحب الا في حالة واحدة ايه لو كان الام او الاب اللي هو معني بخبر الوفاء هو نفسه غير متماسك خالص يعني ايه يعني منهار دخل مستشفى فده ساعتها مش هيبقى وقت مناسب لاخبار الطفل اه لو اغم عليه او راح انتنسف كير لقدر الله عشان نيرا عصبي بزرد كده مش هنعمل كده هنا مش هنبلغ طيب ليه حد ممكن يجيلون يا راح عصبي صاحب فقده حد لأ يعني دي بتعتمد على ايه قدرات جينات تربية ده ايه كله وتعلق دي في على دول التعلق طيب ما احنا بنتعلق غاز بنا عندنا دول اهلين احنا بنتعلق تعلق طبيعي فيه تعلق مرضي فيه تعلق غير صحي هو مش مرضي هو بيبقى ابتغى ان احنا نرضي ربنا فيهم ودول الجنة تحت رجليهم وطبيعي اننا بقى متعلق بيهم برضو يا دكتور يعني مش مرضي بس انا تحت عمرك بره بيهم طيب ما هو ده ما يعملش ايوا بس ده مش هيعمل انهيار عصبي ده هيعمل حزن هو السكينة بتنزم لعند ربنا في كل الاحوال يعني انا شفتها بزرق فيه ناس يلا بتطبطب علينا واحنا جايين عشان نواسيهم وهم هما في المصيبة ومش احنا بس ما فيه ناس بتلاقيها لأ انهارته يعني ده بيعتمد على مدى التعلق اه وتصور الحياة انها هتمضي بالرغم من الفقد وخزان التعامل مع الفقد قبل كده احنا عشان كده عالي ده احلى مثال في الدنيا نقوله في الموضوع ده ان انا لما هربي الطفل ده على ان هو بيتعلم ان الفقد ده بيحصل وموجود في الحياة وا 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 هو هيجبر يبقى بينهرش لما حد يموت انتي عارفة الاجانب بيحبوا دايما يخلوا ولادهم يربوا حاجة في البيت اه حيوان قليل بالزابط كده دايما ليه عشان الموضوع ده والله ومعي المسئولية يعني ده الامة بتعرف من الحيوانات يعني الاغلبية والامات ولك لا انا هم فكرهم هناك مختلف لأسباب كتير اغسيتهم كلبه ولا قدت عشان يتعويده بالزابط كده هم يعني برا برضو البيوت اريح وتنظيمها اسهل والمساحات غير يعني برضو بعذور الناس هنا ولكن نقدر نعمل ده بأشكال مختلفة بس احنا اطفالنا بحس ما عرفش بابوس انا هنحاس بقى الاطفال المصريين بقى الاطفال الوطن العربية بيحسوا اكتر يعني الولد كان حاسس ده خل يكلم الحيطة يا دكتور نانسي ده خل بيسأل عليه كل ما يكلم حد يقوله هات جده هو حاسس ان في حاجة سأل طبعا هو حاسس ان جده مات يس وهو مستوعب يعني ان هو جده مات ولا مش فاهم مش فاهم طب الاطفال بتحس ازاي اوي كده هم كائنات شفافة جدا بتتواصل عاطفيس لا انا عايزة ترجمة للكلام ده يعني احنا عندنا مية حاجة في افكارنا عندنا مية حاجة حصلت وظن وفكر وافتراض هم مفيش خالص الكلام ده هم حب غير مشروط وعطاء غير مشروط لا بس المستوعب يعني هو مخشروط بالحلوات اللي هتقدميها هات بوسي وانا جيب لك ازاي ده عادي اللي بنعمل مع اطفالنا ده يعني لو انت عاودتيه على كده اه طيب انما هم في اصلهم مش كده غير كده ولا لو عادي هوا معادي يا بنت يا بنتي عايب يا بنتي بس ده غلط لما نعودها على كده ولا ده عادي يعني على حسب كتير كل يوم تيجي تقولي كدو بتاعتي مثلا لا مش المفروض ان كل يوم في كدو عادي تعافي حتى لو ايه حتى لو جبت لها حاجة من اللي موجودين حتى لو كيس حلويات ده كدو او جبت لها حاجة ولفتيه ولت لها ده كدو تروح واخدها وحاجة ما شايفها قدامنا يا ماكو الراب بس بسي هو ده دليل على انها محتاجة منك اوبجيكت محتاجة حاجة توصيلها بيكي او ما بتحبنيش هي لو ما بتحبكيش مش هتطلب اه اوكي هي محتاجة هذا الوصال المجسد في شيء فهنا هوصي انك تعوديها على الوصال العاطفي اكتر يعني ان هي تيجي تحضن يا شنية عايز تحضن بالزبط كده بس ما احنا لما عملنا كده مع عالي عالي تعبان اوي اه عشان بيختبر الفقد الاول مرة في حياته ما يتعب ما يتعب انه فيه طفل يخس وينام بالليل وقصدي ينام بالنهار ويصحى بالليل ويبقى عصبي جدا ما نخلي بالنا ان احنا عالي مش فاهم لا دي حال الطفل فيه حيرة ومش فاهم ولو انا مكانه حفكر افقد الثقة في الناس دي اهله طبعا واو انت كده جبتي موضوع ده تاني انت في حد تاني خالص ايوة مهو انت حطي نفسك انا حطيك نفسي مكان علي انتو ما بتقولوا ليش تكذبوا عليه ليه وما انا برضو مش متأكد فانا حاسس بعدم وضوح وحاسس ان انا مش فاهم وحاسس ان جده مش في الحتة اللي احنا فيها وما حدش بيقول لي طب بس هورا ما بيلاقي ساعته او موبايله بيجري عليه ويروح حاططها مثلا في مكانها تاني او كده عشان دي اوبجيكت زي ما قلنا هو انا هو عارف طب هو فاهم محاسس انه هو جده مش هيجي ومش هيمسك الساعة تاني والموبايل تاني مش شرط لا يعني في السن بتاع علي اربع سنين ساعات بيبقوا فاكرين الموت يمكن الرجوع فيه بجهة او ما هما بيبقوا مش فاهمين برضو راح راح طب يعني ممكن ييجي السنة الجاية يا حياتي حياتي انا ممكن اعايت اكتب يجي السنة الجاية ما مش عارف هيجي السنة الجاية يعني فعشان كده مهم ان احنا حيمر بالتجربة هيمر خلاص كل اسرة وظروفها ولازم نتعلم ان احنا احنا شدرنا ان احنا ندي ولادنا بس الخبرات اللي هي حلوة الحياة كده وكده ممكن اقول لها عادي يحضنيني انا عايزة عايد يعني او انا عندي مشكلة في شغلي انا عندي مشكلة معا مش عارف ايه ايوة يعني اما حد من الولاد يسأل مامته وتبقى معياته وحالها حال وتقول له يا حبيبي انا فيش حاجة انا كويسة ما بيقول لك عشان ده بيأثر على نفسية الطفل لما احنا خلاص مش قادرين نقف على رجلنا والامهات هي اللي شايلة فعلا ايوة الامهات هي اللي شايلة انما لما الطفل يشوفك معياته وهو شايف بعينه الدموع والعياط وشكلك مش طبيعي وحاسس بيك وانتي تروحي ايلاله لا 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 انا كويسة مش دير رسالة مزدوجة اقول له ان ابوك عايز بيضيقني وعايزين ماشي من بيت لا تقول له عندي مشكلة وكنت بعيط نقطة جمل قصيرة واضحة صدقة حلو قوي بس ما نعودش الناس ان احنا من لدت معاهم ايه مش ممكن تخيل يا ابني اولا ما كنت قادة مش عارفة بنقي الرز وانا بتفرج عن مسلسل ابوك دخل قال لي كلمتين في جنات فزايد ومش تمران فيه واللي حصل واللي واس ايه ده كله احنا مالنا الطفلة عايز فانا انتي بتعاتي انا هحللك مشكلتك بس خلاص مالك يا ماما اه عليش حبينا معياتا عشان كنت زعلاني بس جملة قصيرة واضحة صدقة مفوض نصرح الطفلة بعدها بقد ايه يعني حصل الوفاة اخبي قد ايه طيب ما تخبيش والله يعني التوصيات دلوقتي في الوقت الحالي ده في هذه المرحلة ان احنا ما نخبيش مش محتاجين نخبي يعني اقول تفاصيل واقول اللي حصل جمل قصيرة ما اخدهمش معايا فين جنازة او دفنة او كي لو السن يسمح كام بقى من اول سبعة من اول سلطة كامل ممكن يروحوا المدفن الفكرة السيناريو المثالي ان انا بحضرهم من قبل هنا بديهم فرصة عشان لو هو او هي عايز يودع الجدة او الجدة اه فدي له فرصة يعني لازم اديهم فرصة يقفلوا العلاقة انه خلاص ده يعني هنا هنقول جود باي اه وحتى لو على فكرة جدة وجدة في غيبوبة انما هو بينه وبين نفسه هيفرق معا انه راح له يعني اودي يزوره اه حتى هو شايفه بخراطيم بالزبط لان هو هيبقى عايز يودع هيبقى عايز يقفل العلاقة هيبقى عايز يخلق منطق بس للي بيحصل مش يبقى اخر مشهد جده كان جنبي في الصالون وبعدين مانا لازم احس بالتدرج احنا حتى ما بنحتملش موت الفجأة مش دايما نقود بنا يكفينا شر موتة الفجأة اه فاجعة الموت فاجعة ليه؟ لانها بيبقى ما فيهاش ستيبس يعني دايما يقول ما كان تعبان والله يا سالي وكانت الدنيا فيها او رتاح بالزبط الله يناور عليك لكن اللي ما تفاجأ دا ما ارتاح ولا رجاح ايه اللي حصل هتلا تلاقي اهله كده واهل بيته في العزة ما انتش فاهمل من كده انشوك في صدمه انشوك موردن صادنس اكتر من الحزن اكتر من اي حاجة فيعني ان انا ادي الطفل فرصة هو كمان يودع دا مهم وصحي انت بتقولي حاجات بتضربي السوابة اليوم دا دكتور اهلا هتتضربي في حاجات ربنا اه طبعا اه انا الطفل ما يروحش ان انا ما قلش انه ما مات لحد ما هيجبار ويفهم يعني انا فاكرة انا جدة ابويا اللي ارحمه ما قالوا ليش غير بعد سنتين اكت بحبها كانت سماعة تيتك كبيرة كنت تحبيني اقول ما قالوا ليش غير بعدها بسنتين تلتة كتت كبيرة اكتت ناشر سنة ما قالوا ليش غير بعدها بسنتين اي رحت فين تسألش علي ليه ايه فين وفاكرة انه يوميها عملت حركة غريبة جدا عادت اكتب اسمها على رجلي بالقلم ما عرفش ليه يعني اكتب على جسمي لكني عايزاها معي اه انا ما عرفش ده تفسيره ايه لحد النهاردة تثبتيها يمكن الايه تثبتي العلاقة ممكن ممكن وكانت جايبه ليه هدية انا شايلها لحد النهاردة موجودة يعني هدايتها موجودة بس لو كانوا قوليه ساعتها برضو ما كنتش استوعب يعني بحط نفسي برضو مكان الاطفال انه فجأة كده معقول اه هي كبيرة في السن من كبار في السن بس لا ما عرفش انا يعني انت بتتدربي ثوابت انه في العادي ما بيقولوش بلاك بتقولي لا لازم نقول ولازم يروح ونشوفه خراسيم ونشوفه بطنه مفتوحة ايوة احنا لازم نبطل نعمل اللي بنعمله ده ونخرج ناس هشة ما هياش عارفة تختبر الحياة العادية دي دي لسه مش تحديات الحياة على فكرة ده ده العادي الميلاد والموت ده العادي دي مش التحديات احنا لسه التحديات في شابتر تاني هتكبروا وتعرفوا ان انتوا كنتوا فينا ما عارفة اللي هو والله احنا بنكبر ليه عارفة توقت تفكر كما نفسك وانا هكبرت ليه اه اه يا مفودي صرحوا بقى من دلوقت هنبدأ نقولها ازاي لعلي هنقول لعلي بقى احنا عايزين نعتزر الاول على اللي احنا عملناه صح؟ هنا في حيرة هل هنقول احنا كنا مخبين عليك ولا احنا هنقول على طول اللي حصل ده قرار هياخده الاب والام بتوع علي لا انصحيهم هو بعد اللي انتوا عملتوه ما تزعلوش من احنا لازم ننصحك هالقدم ونياتر يعني انا هفضل الصدق والصدق ده معناه ان احنا هنقعد مع علي الاب والام يعني انا بتكلم بلسانهم وهنحس يعني انت حاسس بايه عند جده انا حاس ان هو مش موجود هو جده كان تعبان وده اللي حصل وانا كنت خايف اقولك وشايف ان انا لازم اقولك وحصل كذا 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 وجمل بقى مش حواديد بقى صعبة الفهم يعني انت معاك حق هي حاجة تزعل انا كمان زعلان جدا ومش عارف اعمل ايه بس هو دلوقتي مات ولازم اقول كلمة مات او قلبه بطل يدق او بطل يتنفس او خلاص ما بقاش معانا وقدر يتحرك كده يعني جمل قصيارة مش بقى الحدوتة وراح وطلع وبياكل وما بصوته يعني بلاش حواديد العالم الاخر في اللحظة الصعبة دي يعني هي دي لحظة صعبة محتاجة جمل قصيارة لبس تصور ان فين هيا والمشاعر تحضر بقى بس يعني انا مفيد اقفل علي ان هو يجرني الاسئلة سح؟ اقفل علي لا اسمح بالاسئلة واكون جاهزة ان الاسئلة هتكرر هي نفسها كتير بس بطرق مختلف ما هو ما بيحاول يتكونوا معنى يعني الطفل دايما عايز يكون معنى ماما هو طلع في ايه في الطيارة اه طلع في كبسولة في الجو طلع ازاي طيب اه عشان انتي بتحكي حدوتة وطلع في السماء وراء يعني ممكن اشوفوه بلاش الحاجات تلكسر صعبة جدا طبعا ما تلاقي طفول في عيني امات بتبقى بتتحك وفي امات بيبقى عصبية شوية فايسكت خالص ما تتكلمش تانى اكتر من كبه اه وفي يعني برضو دا بيشكل عليهم ضغط ان عمال يفتح الموضوع ممكن تبقى بأنا في لحظة ما صدقت نسيت ساعة طبعا طبعا ولو كان عارف من بنت عميته بقى يعني دي اخر حاجة اختم بيع معاك تقولت نعمل ايه معا ليه كل حاجة وثانكيو على كل حاجة يعني شكرا لو كان عارف من بنت عميته اللي عندها سبع سنين كان هاي بقي التصرف كان الطفل ممكن يخش في ايه لا عايز اسمها دي اختم بيه عشان يصدقوا هيفقد الثقة بقى هيحصل ايه لما يفقدوا الثقة يبقى مش بيصدقهم يبتدي يعمل بقى تصرفات كده فيها تغيير ممكن ينتقم يعني الاطفال اكثر براءة من كده احنا اللي بنفكر كده لا ده هو بيعرف ان انت هتتضايق فيقوم يقلب لك مش عارف ايه يقوم يوقع لك الكوبية وهو ماشي يقوم يدلق لك مش عارف ايه على الارض وعرف ان انت يتضايق ما تضايقتين يا مامي ايوة بس ده الانتقام بالنسبة وكي مش عينديم يعملي خطة انت لا لا هو ده الـ trial and error بالنسبة له الهدف منه ان مامي تشوفه حتى لو بالزعيق ما هي مش فاضية يعني ما انا حاولت اتنطط حواليها واخد حضن او اعمل والعب واتشقلب وما فيه طب اهو وراح موقع المالس يا اي مشهد هيجيب مامي وفعلا مامي يتيجي على ملو الشه ومش موين منها بالزعق ما انا بحبها في كل احوال يعني ده ما بيبقاش انتقام ده بيبقى لجذب اهتمام احنا بنفهمه غلط احتياج للشوفان احتياج للشوفان كلنا واحنا اطفال محتاجين نتشاف حتى لو بالزعيق على فكرة لان احنا بنحب حب غير مصروط بطبع رسيليك جدا 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 واشكورك جدا شكرا يا سالي واستنونا بعد الفاصل وانتي بالذات يا ريهام ولكل ام واب مروا بنفس التجربة استنونا بعد الفاصل هرجع اتكلم معاكو شوي قد كده استنوا الحياة مواقف ودروس على قد ما ربنا بنفس فينا قضاءه وقدره على قد ما بينزل لطفه وسكنته ورحمته وتدبيره وكل اللي مطلوب مننا اننا نتعلم نقرأ الرسالة عشان نقدر نكمل والرسالة اللي انا شايفها من وجهة نظري المتواضعة في حكايتك يا ريهام متعليش مني انكم وجعتوا ابنكو علي بانكو خبتوا علي الحقيقة الوجع ده كان اكبر بكتير من الوجع اللي كان يحس بيه لو كنتوا صرحتوه وولتولو الحقيقة يما شفنا اطفال بريئة صغيرة كانت متعلقة بأهلها وبعد ما عارفوا انهم توفوا وبنقول راحوا عند ربنا اتغرس فيهم الايمان والصبر والتصالح مع الموت بدري بدري لما بتيجي صيرة اموتهم بيقولوا بكل براءة الله يرحموا يا رب لو حتى على اي حيوان أليف بيربوه لكن انتو خلتوا ابنكم يحس بالحيرة استغراب ازاي انا جدي فجأة مش يوسبني بقيت جوا اسئلة مش لقلها اجابة طب فين جدو انا ما كانش يقدر يسيبني طب ازاي يسافر من غير ما يقولي طب ليه ما بقاش يتصل بي ولا يسأل علي هو انا هنت عليه للدرجة دي شفتين اسئلة خلقته جوا صدمة من تصرف جدو اللي عمره ما كان يتوقع انه يعمل معاه كده يعني ده اقرب حد ليه ده واجعه اكتر بكتير من اننا نستسلم للحقيقة اننا نعرف انه حد غالي علينا اتوفى راح عالم احسن بكتير وراح عند ربنا اللي احنه احسن من الكل ما كانش بايده انه يفضل معانا دي حاجة ما فيش يعني ما حدش يقدر يهرب منها بس لسه الحل في ايدكم المهم انكم تبدأوا تتصرفوا بسرعة وصح قبل ما تأذوا ابنكم اكتر واكتر سمعت معانا كلام دكتور نانسي في الفقرة اللي فاتت حاولي تعملي بيه واستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت ايه ومبسوطة منك انك فتحتي موضوع زي ده واننا بنفتح موسم جديد وخامس من قصة حقيقية بموضوع زي ده انه ممكن في يوم الايام نبقى احنا سبب اننا بنلم العيلة وبنتعلم كلنا زي ما قلت وانه مشاكل للصغيرين والكبار ويجعلنا سبب دايما وكمان يعني يا رب يقدر الدكتورة اللي معانا انهم ما يحلوا على قد ما يقدروا وهستنى من كل اللي اتفرجوا علينا وسمعوا قصة عالي يحطوا نفسهم مكان اهله او حصل معاكم المواقف دي طب عملتوا ايه؟ على فكرة ممكن يكون انتوا تصرفتوا بتصرف يبقى زي ما بيقولوا او برا الصندوق او ممكن كلنا نعمل بيه ونفع مع الاطفال ونفع مع نفسيتهم هستنى منكم تبعتونا على فيسبوك و تويتر و انستغرام وواتساب كمان قولونا لو كنتوا عشتوا نفس احداث القصة او حد تعرفوه مر بيها عملوا ايه؟ واتصرفوا ازاي؟ ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بابطال تانين في قصة حقي